الشغل ده منفرد مش علاقة بشغل كموظف ده اكتغاد شخصي نظراً لوجود ظاهرة موجودة حالياً بكبار السن اللي هم عايشين لوحدهم بدون رعاية أو فترة معينة طبعاً قريدي فيه اسويرة زكية آيفون وشاومي والحاجات دي ولكن الأوبشن بتاعها عالي جداً على الموسين نظراً لظروفه الصحية مش هيقدر يتعامل مع التكنولوجيا الكتير دي قوي نظراً لأصلاً التلفون يعني التلفون الزكية الأصلاً بحتاج أنه كل شوية تشحن فبالفضل من ربنا الحمد لله أنا عم علي أن أنا قدرت أوظف حاجة زي كده ففكرت أن أنا ألغي قصة التلفون وأعمل منظومة مش محتاجة لأبليكيشن موبايل ولا سوفتوير ولا تتشحن كل شوية شغل ده دي 22 زي ما حترتك شايف لخاص الأوبشن كله في أربع إمكانيات زي ما حترتك شايف أن أنا ممكن أقيد وطف النور بتاع الغرفة هنجرب دلوقتي وعى الأرض عايز ينده يحب بيعمل مكالمة موبايل ممكن حد مثلاً بيغم عليه بيدوخ موجود في شوية تعليمات كده ممكن الشخص المسن يتعرف عليه بحيث لو حاس أنه هيخش على بوادر غيبوبة بوادر كذا حاس بأي شعور دي بتبقى طبعاً يكون في حاجة زي كده هتبقى مديله مثلاً بزء من الأمان أنه لو دخل دخضة معينة هتوصل للمكالمة في نفس الوقت حقرف أنه في حد إن شاء الله بدون معطع يعني من خلال دوسة واحدة ممكن يستعين بأي حد يعني مثلاً عايز ينده على حد عنده مشكلة مثلاً مش قادر ينده تبقى من خلال الصورة دي أصلاً أول هام البعد ممكن ممكن توصل أكتر من 20 متر في الماكن دوت ممكن حضرك لو أنا هتجول دلوقتي حبي مثلاً وعى الأرض حبي يعمل مثلاً ينده على حد دي أول إمكانية تمام بحيث مثلاً لو محتاج حد ينده على حد فهينده بداية جبت دي جرس إنذار يعني أه جرس إنذار ممكن حت الجرس بها مثلاً مش هنا ممكن أوزع المكان كله في الشقة حطه بره السين مثلاً ممكن حد من الجنان يلحقه أحطه مثلاً على باب شائتي باب شائتي ما فيش مشاكل عايز يدويت في النور عامل الإضاءة مرحلتين المرحلة دي المرحلة الأولى المرحلة الثانية حبي يتصل بالتليفون طيب حضرتك هنا بقى يبطيدي يشتغل التليفون ده ممكن يكون بقى حد من ولاد وحد من جرس موضع الشخص المسؤول برعاية الشخص المسن آه دلوقتي هيحصل دلوقتي مكالمة نعم نتصل يعني مثلاً لو مفترض التليفون فصل وارد جداً وده بيحصل كتير هيحصل هيعمل ديفيرتينج على الخط التالي بس ظاهرين أول آه يعني مثلاً أنا أعمل مكالمة تاني يعني دلوقتي أنا باستخدم الإضاءة وباستخدم جرس الإنظار وباستخدم مكالمات التليفونية آه تمام آه هيظهر دلوقتي هنا في مكالمة هتظهر هيديت مكالمة آه حاج بس عشان عامله كمان في بريشن آه في بريشن فإيه مع بس مات شون أنا أولاً أصلاً الديفيرنت يجي موجودة في الشبكة مشان اللي أخترعتها بس أنا باستغل لأوبشن مكمل لبقية الإمكانية طبعاً كده ممكن نفس بقى الكهرباء أو بتاعة الإضاءة آه كنا ده من خلال الإسوارة من خلال الإسوارة أول هي ما فيش أبليكيشن فيها آه ما فيش مش محتاج بقى قصة التليفون إنها كل شوية أشحنه لأن حضرك أنت هتجيب حد يراعي التليفون ولا يراعي الشخص المسن دي أريدي شغالة 22 ديريكت ممكن يركب لها وحدة يوب إيس أثناء انقطاع الطائر الكهرابي ما فيش مشكلة ممكن أرفع هي بتشتغل بإيه بالمناسبة يعني إيه مصدر الطاقة بتاعها ما يشغل هنا بقى الدير اللي أنا عاملها بقى بتتعامل على 12 فولت ما فيش أي مشاكل فولت بسيط جداً ترجمة نانسي قنقر